هناك خبر آخر أيضاً يتعلق بإنهاء مهام أحمد النوي ولمن يعرف أحمد النوي لعلي قبل سنة تقريباً أو سنة ونصت حدثت عليه في إحدى اللايبات وهناك أحد الأحرار كتب لنا رسالتين لأنه كان يشتغل معه لعدة سنوات فوصفوا بكل ما فيها رسالتين موجودين كشكل مقالين موجودين في الموقع محمدزيتوت.com وأنا أعرف أن الموقع رغم منعينه في أغلب المناطق في الجزائر لكنه في بعض الأماكن يدخلوا له الناس وأيضاً يدخلوا له بالVPN في هذا الموقع ستجدون كتابات حول أحمد النوي لمن يريد أن يستزيل لكن لمن لا يعرفوه باختصار شديد أحمد النوي هذا ظل لما يزيد عن 20 عام حتى قبل أن يجي بوتفليقة وفي الأشهر ربما ليجي فيها الأمين العام للحكومة وأعطي رتبة وزير هو كان قبل بوتفليقة لكنه في وقت بوتفليقة أعطي رتبة وزير وأصبح الأمين العام للحكومة أو باعتبار الأمين العام للحكومة كان يتلاعب كما يريد وكما يشاء والمحيطين به والمحيطات به لأن هناك مرأة لعب الدور خطير جداً في هذه الفترة السابقة وكانت سكرتيراً تاعو سكرتيراً الخاصة في أجهزة الدولة واللي لعبوا بشكل خطير جداً هو أنه اللي قرر صدور المرسيم في الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية تصدر عن الأمان العام للحكومة اللي كان يرأسها هذا أحمد النوي أي أن المرسيم والقوانين وخاصة المرسيم والقرارات المتعلقة بتعيين كبار المسؤولين في الدولة تصدر من عنده ولأن المفتاح كان عنده تصدر هذه المرسيم والقرارات الفردية بشكل أساسي فإنه أخذ رشاوي هائلة وتلاعب في كثير من الحالات وأطاح ببعض المسؤولين اللي مقدموا لش رشاوي ورفع آخرين كان أصلاً لا يوجدون في التعيينات بل أنه كانوا حياناً يختلقون تعيينات لم توجد أحمد النوي هذا المفروض لو جاد عنا حكومة شعب وحكومة حقيقية يمر على التحقيق لأشهر لأنه يحمل أكثر من عشرين سنة من ملفات الفساد الكبرى أحمد النوي وحوالي ثمانية أشخاص حولوا على رأسهم سيكريتيتو الخاصة ولكن أيضاً فيه اثنين عقداء هناك على الأقل خاصة في المرحلة الأخيرة يتحملون مسؤوليات هائلة في الفساد اللي يمس التعيينات والتلاعب بالتعيينات الفردية وبالقرارات الفردية وبأشياء كثيرة جداً أحمد النوي أصبح ملياردير كثير من القضاءات كثير من المدراء كثير من الولات كثير من الرؤسات الدوائر كثير قدموا له هدايا باش يسرع في إصدار القرار انتاحهم قرار التعيين لأن حينما لا يصدر قرار التعيين تاعك إذا عينت كرئيس دائرة أو عينت كأمين عام في ولاية أو كرئيس محكمة أو أمين عام في مجلس قضاعي أو كلما تأخرت كلما تأخرت ظهورك كمسؤول وكلما نقصت المزايا انتاعك كمسؤول خاصة هذه المزايا اللي يخذوها معاهم لأنهم يخذوا كبار المسؤولين يخذوا مزايا هائلة بعد خدمة سنوات فقط بعد خدمة هذا اللي معينين بمراسيم رئيسية تاع الرئيس أو مراسيم تاع وزير أول أو حتى قرارات تاع بعض الوزراء يأخذون كثير وكثير من الامتيازات فكان هذا أحمد النوية تلاعب بالأمر كما يشاء إذا المفروض على الأقل من هذه الحكومة غير شرعية أن تضعه في الحقيقة في الاعتقال وتبدأ في التحقيق معه على الأقل في انتظار أن يكون هناك قضاء حر يحاكم مثل ما يحاكم كثير من اللصوص في هذه البيئات